أستاذ يفغيني الروس يبذلون الكثير من الجهد العسكري يتحملون الكثير من الخسائر عملياتهم توصف بالبطيئة ولكنهم يعتقدون أنهم يحققون تقدما وسيحاصرون العاصمة كييف وإذا بهم يخسرون مدينة ماركيف هل من تفسير لهذا؟ لا يوجد أولا مساء الخير لك ولساد المشاهدين ولديك الكريم لا يوجد هناك أي تعليق على هذه الأنباء وعموما الجيش الروسي أو وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية تؤكد أن مظم الأنباء التي تنشرها وسائل الإعلام سواء أوكرانية كانت أم غربية هي أنباء زائفة وهي وزارة الدفاع توصل جميعا بالاستناد إلى أنباء القوات المسلحة الروسية ولسان حالها وزارة الدفاع في هذه الأنباء لا يوجد مثل هذا التعليق على المعارك التي دارت عند هذه النقطة وبالتالي لا يمكننا إلا أن نستند إلى ما تقوله أو تفيد به وزارة الدفاع الروسية التي تنشر يوميا أنباء عن تقدم قواتها في بعض الاتجاهات والمحاور ربما لبضع كيلومترات طارة وربما لمسافة أطول طارة أخرى بالنسبة للخسائر طبعا روسيا تركز على الخسائر من الجانب الأوكراني لسيما فيما يتعلق بمراكز قيادة وعموما بالبنية التحتية للجيش الأوكراني دبابات وما شبه ذلك وبالتالي لا يمكننا إلا أن نستنتج من هنا بأن العملية العسكرية بالفعل ربما تستمر وفقا للخطة طبعا هذه الخطة كما يبدو قابلة للتعديل ولكن هذا الأمر مرهون بالتطورات على الأرض وبالتالي روسيا دائما تقول أن لا شيء تغير في خطتها وربما بدلا من الخطة الأولية تستخدم وفقا للتطورات والمتغيرات على الأرض خطة بديلة فيما يتعلق بمواصلة الهجوم على عدد من البلدات والتجمعات السكنية ولكن الهدف الأساسي تجنب وقوع المزيد من المدنيين وتجنب استخدام منشآت مدنية إلا إذا كانت هذه المنشآت تستخدم مثلا كأماكن أو كمواقع لإستخدام مثلا رجيمات السواريخ من الجانب الأوكراني والتي تقصفوا مواقع روسيا ترجمة نانسي قنقر